نعم يعني التطورات الميدانية متصاعدة بصورة كبيرة جدا في جنوب قطاع غزة لا سيما مع استمرار الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية والتي كان آخرها قبل قليل عندما أغارت طائرات مصيرة إسرائيلية على جمعية التوبة في بلدة عبسان الكبيرة هذا القصف الإسرائيلي استهدف عيادة هذه العيادة تقدم الرعاية الطبية داخل جمعية التوبة ومن بين الشهداء طبيبة سيدلانية وإصاب الطفل وبعض واستشاد عدد من المراجعين الشهداء الأربع هما سيدلانية وطفل وشاب متطوع بالإضافة إلى أحد المواطنين المراجعين داخل هذه العيادة هذه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الاستهداف لعيادة طبية داخل جمعية التوبة دون سابق إنذار حيث كان عدد من المواطنين يطلقون العلاج داخل هذه العيادة في الدوام المسائي للعاملين والمتطوعين داخل هذه العيادة الخاصة أيضا بطب الأسنان في بلدة عبسان الكبيرة وكانت هذه البلدة أيضا تعرضت طوال هذا اليوم إلى سلسلة من عمليات القصف المدفع والغارات التي استهدفت أراضي زراعية دون أن تسفر عن وقوع إصابة جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والتي كانت من بينها أيضا استهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس وهذه الغارة أيضا أدت إلى استشاد ثلاثة من المواطنين من بينهم طفلة صغيرة لم تتعدى الست سنوات هذا القصف الإسرائيلي بدوره خلف عدد كبير من الجرحى أكثر من عشرين إصابة في هاتين الغارتين التي استهدفت شرق وغرب مدينة خانيونس بالإضافة إلى عمليات القصف المدفع الذي لا يتوقف حتى هذه اللحظة على بلدة خزاعة وعبسان ومنطقة الفخاري شرق خانيونس أيضا في جنوب القطاع في مدينة رفح وصل أعداد الشهداء اليوم إلى خمسة من الشهداء وذلك بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزل لعائلة ماضي في منطقة خربة العدس في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة رفح وتواصلت عمليات القصف الجوي والمدفع على أماكن متعددة من بينها حي ألجنينة الذي أدخلت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي روبورتات متفجرة قامت بتفجير مربعات سكنية في هذه المنطقة إلى وعلى عمليات القصف المدفعي الذي طال المناطق الشرقية من رفح قبل أن تقدم المدفعية الإسرائيلية والطائرات المسيرة على قصف مناطق متعددة في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الغربية تحديدا في حي تل السلطان حيث دمرت قوات الاحتلال عدد كبير من المنازل ومنطقة دوار العلم والعزبة والمواصل حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية ودمرت عدد من المنازل التصعيد الإسرائيلي في جنوب القطاع مازال متصاعدا بصورة كبيرة وأعداد الشهداء ارتفع إلى 12 شهيدا هذا اليوم بفعل الغارات المستمرة بالإضافة إلى نحو 30 جريحا في كل من مدينتي رفح وخنيونس وهذا التصعيد الميداني يقابله تدهور قطير في الأوضاع الإنسانية والمعيشية والتي باتت تفتقر الأسواق في جنوب القطاع إلى كل الاحتياجات الأساسية من بينها حليب الأطفال والدقيق الذي بات غير موجود لا في المحلات التجارية أو في الأسواق وبالتالي هناك أزمة معيشية صعبة وخانقة وتتصاعد بصورة كبيرة جدا في جنوب القطاع